اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان يعيش حياة الاستقرار بدلا من التنقل لان هو طبعا جنب اكله اكيد مش هيقعد يطلع تاني فوق الهضبة طبيعي جدا ان هو هيعمل بيوت ويتزهر بعد كده القرى يبقى اهمية الزراع ساعدت على استقرار المصر القديم وبناء المساكن رقم خمسة نشأة القرى في مصر القديمة للسائلين بعد استقرار المصر القديم جنب نهر ايه النيل تعلم الزراع فبدأ يشايد بيوت صغيرة واكواخ كل البيوت اللي عملها الصغيرة دي سميت بالقرى يبقى كلمة القرى نشأت بسبب تجمع عدد من البيوت بعد استقرار المصر القديم بجوار نهر النيل رقم ستة ظهور المدن في مصر القديمة طبعا احنا عارفين ان البيوت لما هتكتر القرية هتتحول برافو عليكم المدينة يبقى ظهور المدن في مصر القديمة بسبب اتساع القرى وقصرة عدد سكانها رقم سبع نشأة الاقاليم المستقلة في مصر القديمة احنا اتفقنا مع بعض في شرح الدروس ان جمع القرية مع المدينة يدينا ايه اقاليم تجمع القرى والمدن نشأة الاقاليم بسببها يبقى رقم سبع نشأة الأقاليم بسبب تجمع مين مع مين القرى والمدن رقم تمانية تسمية الملك مينة نارمر بملك الأرضين وصاحب التاجين فاكرين من سنة رابعة أن مينة واحد مملكتين تلات تلاف ومتين فلازم نفهم مع بعض كده أن ملك مينة سمية بملك الأرضين لأنه استطاع توحيد مملكتين الشمال والجنوب راجل ده بقى مسيطر على الوجه البحري والوجه الإبلي لبس التاجين ولقب طبعا بصعبان الشمال ونسر الجنوب السؤال اللي بعده احنا كده عرفنا ان ملك مينة سمية بملك الأرضين لأنه استطاع توحيد البلاد شمال والجنوب رقم تسعة تسمية عصر الدولة القديمة بعصر بنات الأهرامات واحدة واحدة كده مستر الدولة القديمة بتبدأ من الأسرة الثالثة للستة الملك مينة الأسرة الأولى والتانية طيب هنا الدولة القديمة ليسموها عصر بنات الأهرامات أكيد من اسمها بتبين إجابتها بسبب قصرة الأهرامات التي بنيت في عصر الدولة القديمة ومن اللي بناها أكيد الملوك الأهرامات بتمتد من الفيوم جنوبا حتى الجيزة شمالا يبقى هنا عرفنا الإجابة سميناها عصر بناة الأهرامات بسبب قصرة الأهرامات رقم 10 اهتمام المصريين القدماء ببناء الأهرامات هم طبعا اهتموا ببناء الأهرامات بسبب اعتقادهم رفع لكم في حاجة اسمها البعث والخلود فاكرين ان هم هيعيشوا تاني حياة الخلود الحياة الأبدية اللي لا موتى بعدها فبنوا الأهرامات عشان كده ولتكون مقابر طبعا يدفن فيها الملوك رقم 11 اهتمام المصريين القدماء بتحنيط جسس موتاهم تقريبا نفس الإجابة فكرة التحنيط هي حفظ جسس الموتى سليمة عشان تفضل فترات طويلة للحياة اللي هي طبعا الأبدية حياة الخلود التي لا موتى بعدها بسبب اعتقادهم في البعث والخلود عملوا ثلاث حاجات بنوا الأهرامات حناتوا الجسس ووضعوا الطعام والشراب في مقبرتهم هنتكلم عن سؤال رقم 12 نقشة الأعلى جدران المقابر بعد الرسوم والمناظر الجميلة طبعا دخلنا المقابر بتاعة المصريين القدماء لأينا عندهم حاجة غريبة جدا للاقي على الحيطة كده مرسوم حاجات ومناظر جميلة نقشات قالك ليه بقى لكي تدخل على المتوفي السرور وتذهب عنه وحشة القبر تبعد عنه وحشة القبر ما يحسش ان الدنيا عتمة وتدخل السرور اول ما يصحى كده يشوف اللي فيه بهجة كده والسرور ان الحيطة اللي حواليه ملونة رقم 13 يعتبر عصر الدولة القديمة فترة شباب مصر السؤال ده نفهمه واحدة واحدة عصر الدولة القديمة تميز بالرخاء والاستقرار والسلام تشهيد وبناء نشاط فكري ومادي عشان كده بيقولوا عليه فترة شباب مصر وهي فترة بناة الأهرامات رقم 14 شهرة هرم سقارة المدرج طبعا لانه اول بناء حجري ضخم في التاريخ اول هرم اتعامل في التاريخ كان ايام الملك زوسر في الاسرة الثالثة وتسمى بالهرم المدرج عشان نبقى عارفين لانه يتكون من ست مصاطب شيدة فوق بعضها وكان كل مصطبة اقل من التانية عشان يدين الشكل الجميل شكل الهرم رقم 16 يعتبر الملك زوسر اول منغير في اسلوب العمارة للمقابر الملكية لازم نبقى عارفين ان كان لما حد بيتوفى كانوا بيعملوا حفرة كده وفوقيها مصطبة لكن الموضوع ده تغير ايام الملك زوسر لما ابن حطب عرض على الفكرة قال له احنا ليه ما نغيرش فكرة المقابر ونخليها من مصطبة لكام انا سمعكم بتقوله لست مصاطب يبقى يعتبر الملك زوسر اول منغير اسلوب العمارة لانها تحولت في عهده المقبرة من مصطبة واحدة الى ست مصاطب بين فسين الهرم المدرج تعال نشوف السؤال البعده اطلق المصريون القدماء على الملك سينفرو الملك المحسن المحبوب طبعا الملك المحسن المحبوب هو الملك سينفرو والسينفرو بتفكرنا بالاسرة الرابعة ايه اللي حصل في عهده قال لك تميز بعهده بالاستقرار والعدالة الراجل ده ما كانش بيظلم حد الناس حبته قعد 24 سنة يحكم بلدنا خير ورقاء واستقرار فالناس قالوا عليه انتسمك من النهاردة المحسن المحبوب يبقى لانه حكم 24 سنة تميز عهده بالاستقرار والعدالة رقم 19 يعد الهرم الاكبر احد عجائب الدنيا السبعة ده طبعا لانه تميز عهده او الهرم ده تميز ببراعة هندسته وضخامة حجمه رقم 20 كان عهد الملك منقورع اقصر حرية من عهد ابيه وجده وده طبعا لانه ترك الحرية الدينية للشعب المصري سابهم يعبدوا اللي هم عايزينه فمن هنا بدأ طبعا يتقلب الموضوع ضده وهتنتهي الاسرة الرابعة على كبير كهنة الاله رع وهو اوسر كاف وافتكر كاف خمسة كافة كده خمس سوابع يبقى الاسرة الكام الخمسة السؤال اللي بعده رقم 21 يعني عصر الاسرة الرابعة ازهع عصور الدولة القديمة مدام قالك ازهع عصور الدولة القديمة اكيد شاهد نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة منتظر تفعلكم في القناة وان شاء الله 100% هنقفل الدراسات مع قناة مستر اسامة محمود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة